التفاح والقرفة أصدقاء وطعمهم مع بعض كتير طيب فرح نعمل فيهم اليوم وصفة كتير سهلة وكتير زاكية اللي هي أبل كرامبل الاسم يعني معناه طبقة من التفاح فوقي طبقة من الكرامبل أو اللي هي الفوتات على الوجه يعني هيك بيكون تكروا تفاح مست ويطعموا قرفة وكذا وهيك وفوقي يعني طبقة مقرمشة كتير زاكي فحتى لما تيجوا تعملوا ريحته بالبيت خرافية يعني بيقل بلكم ريحت البيت هيك ريحة شتوية هيك بتحسوا شتا فتبعوا معي بهاي الوصفة لتشوفوا كيف عملتها لأنها كتير سهلة إذا عندكم بوكسة تفاح ومش عارفين شو بتكم تعمل وعملتوا كل حلويات التفاح فهاي وصفة ضروري تعملوها لأنه بدها يعني كمية تفاح قد ما بدكم تقدروا أنتوا يعني تتحكموا بالكمية رح أفرجيكم كيف فخليكم معي بهذا الفيديو للآخر لتشوفوا كيف عملتها أول إشي بحاجة لتفاح هون هات استخدمت أنا يعني تقريبا عشر تفاحات بس اللي عندي إياه أقرب لأنه يكون صغير يعني مش كتير كبير إذا كبير تقدر تستخدموا بس هيك سبع حبات ست حبات المتوفر عندكم رح أشيل اللب بهاي الأداة يعني بتسهل علينا بس بتقدروا عادي تشيلوا عادي وتقطروا أجنحة أنا رح أقطروا أجنحة بس لازم إنه نقشروا أوكي هلأ شو الفكرة؟ الفكرة إنه لو تستخدموا تفاح كل مكان أحمد كل مكان أطيب يعني التفاح الأخضر أطيب إشي بهاي الوصفة بس أي تفاح بمشي الحال رح أحكي لكم شو اللي بفرق معانا بالوصفة رح أطعوا كل إطعم النص والأجنحة بهاي الطريقة بس تكون سميكة عشان تضلها هيك مبينة إذا بتحبوش يكون مبين كتير أطعوا أصغر رح أحط عليه دغري عصير لمون هاي عصير لمونة كاملة لأنه هذا التفاح اللي عندي مش كتير حامض عرفتوا؟ فهاي الفكرة إنك بتلعبي باللمون إذا مش كتير حامض لمونة إذا حامض بتحطي نص لمونة هون بيساعدوا كمان عشان إنه ما يسود عرفتوا يعني اللمون مش بس والله إنه للحمودة كمان بيساعد تفاحنا ما يتغير لونه أثناء ما منقطع هلأ بضيف معلقة كبيرة من برش اللمون هذا برش اللمون أنا ما أخداه من اللمونة اللي عصرتها بس بأخذ البرش أول وبعدين بعصر اللمونة هلأ رح أضيف تلت معالي إكبار من النشا النشا بيساعدني إنه السوائل بتنزل من التفاح بلمها هيك وبعدها وبصير عندي صوس طيب مش إنه هيك سائل مايع يعني مش كويس فبحطه بهاي الطريقة ورح أحط عندي هون كمان معلقة صغيرة من الإرفة ورح أحط رشة جوز الطيب بتقدروا إنكم يعني تقريبا هون حطيت ربع معلقة صغيرة بس بتقدروا إنكم تعملوا ها سكب إذا أنتوا ما بتحبوا تستخدموا جوز الطيب وحطيت كمان تلت الكوب من السكر البني هلأ ممكن سكر أبيض يعني بس صراحة السكر البني بهاي الوصفة بعطي طعم مميز يعني برفع الطبق لليفل تاني فبس بخلطهم بالإيد زي ما شفتوا بهذا الشكل وبعدين بجيب بايركس هلأ إياس البايركس هو باعتمد على قدي أنتوا بتحبوا كمية التفاح بالإطعال وحدة يعني لما تغرفوا من الطبق قدي بتكم كتير تفاح أو لأ هون أنا بدي كتير تفاح فحطيتوا ببايركس صغير فبهذا الشكل ما تقلقوا إنه يكون هيك مليان زي ما شايفين يعني هو لسه مليان بالحقيقة أكتر لأنه التفاح رح ينزل بسيست وهيكا بغلط وبينزل لتحت فما تقلقوا رح هيك بس أضبطوا أضبط الفراغات وبعدين رح نحضر طبقة الكرامبل اللي هي طبقة الفتاة اللي على الوجه لطبقة الفتاة بدي تلتين كوب من الطحين الأبيض بدي أحكي لكم إنه الكمية هاي عملاها قليلة أنا عمدا لأني أنا شخصيا ما بفضل يكون كتير في طبقة من الفتاة على وجه التفاح بس بتقدروا تضاعفوا الكمية إذا بتحبوا ورح أفرجيكم فكرة بالآخر الفيديو خليكم معي للآخر رح هون أحط تلتين كوب من الطحين تلت معال إكبار من السكر البني زي ما قلت لكم أطيب نص معلق أصغيرة من القرفة وهيكا أقل من الربع معلق أصغيرة ملح يعني تقريباً تمن معلق أصغيرة ونص معلق أصغيرة من البايكينج باودر عشان هيك شوي يعطيني هشاشة وكمان رح أرش كرشة بسيطة من جوت الطيب وهاي اختيارية رح أحركهم سوى هيك للسكر البني تروح منه أي كتل وبعدين رح أجيب هون عندي زبدة باردة هذا خمسين جرام من الزبدة أنا مقطعيتها مكعبات بس هي باردة رح أخلطها بهذا الشكل مع الطحين ليصير عندي فتات وهذا معنى كلمة كرامبل إنه فتات عرفتوا زي كأني ببسهم بس بدي أحاول إني أخلي إطاع إذا بتحبوا الإطاع تبعتها تكون كبيرة كمان اضغطوا على الطحين هذا مع الزبدة يعني إنه مش يكون ناعم هيك بتقدر تضغطوا عليه كمان بيطلع معاكم كتل يعني هيك كبيرة إنه مقرمش أكتر وكبيرة أكتر هذا الإشي حسب الرغم لأنه هاي الوصفة جداً بسيطة وبتعتمد كتير بتقدر تلعبوا فيها زي ما حابين رح أفرد الطبقة على الوجه وزي ما شفتوا الطبقة رقيقة وهذا اللي بدي إياه بعدين شو رح أعمل رح أكون محمي الفرن على 180 درجة مئوية رح أدخلها بالرف الوسط تقريباً بتقعد 30 دقيقة لتستوي بعدين بحمر وجهها وبطلعها أهم إشي بس نطلعها ما نقرب عليها لأنها بتكون بتبقبق هيك بتغلي غليان فديروا بالكم بنخليها لتدفى يعني طلعوا هيك لسه تركتها أنا تدفى وطلعوا قدي فيه بخار منها قاعد بطلع فعشان هيك مش من الأشياء اللي بتتاكل سخنة بتلسع لسع ديروا بالكم وأصلاً كل ما تركتوها تبرد بتتماسك أكتر بتتجانس فهاي هي هيك صارت معانا جاهزة زي بقدمها إما بتتقدم مع آيس كريم مسكوب هيك بوزة فانيلا أو زي ما عملت أنا خفقت كريمة وحطيتها وهي مائعة يعني خفقت كريمة خليتها مائعة بتتقدم وخصوصي هيك بالشتة مع الكريمة يعني إذا بتحبوا تكلوا بوزة بالشتة بتقدروا بوزة بس يعني أنه الخيار التاني هو الكريمة المخفوقة وبس هيك صارت معانا الوصفة جاهزة شو بدي أقولكم الفكرة أنه أنا لإني حابت تفاح أكتر وطبقة هاي الفتات تكون أقل عملتها ببايريكس أصغر فالتفاح صار أعلى وقللت أو خليت الطبقة تبعة الفتات بالمقادير اللي حكت لكم إياها بس إذا كنتوا بتحبوا طبقة الكرامبل تكون كتيرة وكمية التفاح عليلة بتعملوا زي ما أنا عملت بهاي اللقطة هذا بس هيك مقطع صورت لكم إياها أنا كنت عملتها بطبق واسع حاطت التفاح أنه يكون طبقة رقيقة وضعفت المقدار تبع طبقة الفتات يعني عملت كل مقدار ضرب اثنين عشان تطلع معاي هيك كأنه أسمك من فوق كطبقة والتفاح أقل كل حدا بحبها شكل وعشان هيك بنقول دايماً إياس القالب اللي بنشتغل فيه بفرق بالنتيجة نهائية أنا مني وعلي بحب التفاح أكتر والطبقة تكون هيك رقيقة وبسيطة في ناس بحبوا لأ إنه تكون الطبقة مثلاً أهلي بحبوا لأ تكون طبقة وأسمك فوق ومن تحت التفاح أقل هذا إشي برجعلكم حبيت أعرض بركم الفكرتين وإن شاء الله هيك تكون الوصفة سهلة ومفيدة وسريعة ما أتوقع بدها شغل كتير يعني هي بس تقطيعة التفاح إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو إذا حبيتوا حطولي لايك وكمنت برأيكم وشاركوه مع أصدقائكم لدعم القناة بشوفكم على خير إن شاء الله بوصفات جاي وفيديوهات جاي يعطيكم ألف عافية شكراً للمشاهدة